اتمنى الجميع يكون بخير بازن الله النهاردة بنتعرف مع بعض على صورة ازاي نركبها للجهاز من الالف ان شاء الله يعني لليال وطبعا الشرح ده للاخوة المبتدئين لسه مشتريين الاجهزة بيتهقلوا ان الامور صعبة الامور بسيطة جدا وسهلة جدا بس هي يعني مجرد شوية حاجات بسيطة تعملها وان شاء الله تستمتع بالجهاز وتنبسط جدا 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 بسرقة اوبنية في طبعا لما بنحملها من الموقع بتاعها اللي ظهر قدامنا في الصورة ده بتشوف نوع الجهاز بتاعك وبتبدأ تحملها وطبعا كل جهاز ليه طريقة في الارسال طبعا اجهزة الفو بلس اللي هي فيديو عندنا على القناة ازاي تفك تضغطه وازاي تحطه على فلاشة وازاي تبعاته بكل سهولة هتلاقي اللي هو بتاع تركيبه الصوفت وير طيب لما بنزل الصورة وبحطها على جهاز طبعا اي جهاز هتظهر معاك بالشكل ده مع اختلاف نوع الرمود بقى اللي بيبقى يظهر على ايدك اليمين بيظهر معاك باللغة الالمانية طبعا لان الصورة المانية اول حاجة بيدوس على الزرار الاحمر اللي في الرمود بيظهر لي صفحة اللغة بتختار اللغة بتاعتك عايزها عرب عايزها انجليزي براحتك خلاص انا هختار لغة الانجليزية عشان يعني معظم الناس اللي بتتبعنا اه تبقى الامور سهل عليها سواء عربي سواء حد تاني فهدوس عليها اوكي بيجيلي الرسالة اللي قدامي دي هقوله كده بعد كده بيجيب لي انت عايز جودة الشاشة اللي عندك كام فانا بخليها يعني الف تمانين بي او الف تمانين او بعد كده بيجيلك هدوس على حمسين بعد كده بيجيلك الرسالة دي بيقول لك صفحة الاعدات الرأسية تقول له اوكي طبعا انا بخرج و 베عمل اعادات منبرة فهقول له اجزيت. بعد كده اقول له اوكي تاني. بتختار الشبكة بتاعت حضرتك طبعا انا اللي عندي كابلة فهختار وحتى لو اللي عندك اه ما تعملاش من هنا اعملها من برق احسن. فاقول له لان. وبعد كده هقول له تاني. كده بيقول لي ان الجهاز بتاعك متصل بالنت تمام ما فيش اي مشكلة. وهقول له اوكي. كده خلاص كده اطلع برا. كده الصورة بتاعتي اهي كده. اه صورة خامة لاش اي حاجة خالص لسه اه ابيض خالص. هبتزهر قدام القائمة دي. معلومات الصورة. هدوس مثلا كده. بعرف نوع الاصدار اللي عندي. اللي هو سبعة تلاتة والتاريخ الاصدار المكامل اللي هي الصورة اللي انا محملها عندي. اه بتاريخ تلاتين اربعة تلاتة وعشرين. الاصدار سبعة سبعة وتلاتة اللي هو احدث اصدار. بس طبعا لغاية ما انا بكلمكم دلوقتي الاصدار ده يعتبر بيتا. لسه ما بقاش رسمي. فهطلع. وبعد كده بيانات عن الجهاز كله. عايز تعرف على الشبكة. الفلاشة. كل حاجة هتلاقيها موجودة. ادوس عليها. كل حاجة هتبلمع لحضرتك بدون اي مشكلة. انزل على اللي بعدها دي. دي قائمة اسمها مكتوب عليها. ادوس عليها اوكي. دي ببساطة لو انا عاوز اسجل على الجهاز. اول حاجة اللي عندي دي ده بتدي وقت للقناة اللي عندك عايزه يبدأ يسجل الساعة كام والحاجات دي كلها. وعندك ده طبعا لو انت عاوز عندك سكريبتات. فبتعمل لها توقيت عشان تشتغل فيه اوتوماتيك. وده طبعا ما فيش فيه يعني كلام. اطلع برا. بعد كده بيجيب لقائمة البلاجانات او البلاجانات او البلاجانات او التطبيقات اللي بتكون حضرتك مذبتها عندك على الجهاز هنتكلم عليها. بعد كده باجي على قائمة او قائمة الضبط بتاعت الجهاز ودي المهمة اللي طبعا اه اتركز معاه فيها عشان تعرف الدنيا ماشي ازاي بكل السورة. هدوس عليها اوكي. طيب انا اول ما دخلت بلاقي اول حاجة عندي كلمة اسمها فيديو. الفيديو ده عبارة عن اعدادات الصورة اللي بتبقى قدامك لما تيجي تشغل القناة. هدوس عليها اوكي. طبعا انا مش هتكلم على كل حاجة بالزبط بالملي. انا هديك مسلا الخطوط يعني الحاجة اللي هي مهمة جدا للمستخدم اللي هي هتخليك تتفرج وتبقى تمام. ولكن في حاجات طبعا مش هقدر هتكلم عليكم لا عشان الوقت مش هيسعفنا لو تكلمنا في كل حاجة. هدوس على الفيديو سيتنج اول حاجة وهنزل تحت. هاجي على ده اول حاجة ده هقلب كده بالسهم لغاية ما اجيب الخيار ده. كده. اخليهم كده. على نفس الحكاية ده. واقول له سيف. بعد كده هنزل على الخيار اللي بعده ده. الخيار ده. ده عبارة عن ايه? بادوس عليه اوكي كده? ده بيجيب لي ابعاد الشاشة. الاجهزة دي فيها حاجة زكاية جدا. ابعاد الشاشة يعني يعني ما تلاقيش كلمة طالعة برا الشاشة. ما تلاقيش حاجة طالعة من فوق طالعة من تحت. طيب الموضوع ده بننزل تحت هنا. هاجي على اول حاجة كلمة موف ليفت ريت. وبالسهم اليمين في الرموت ابدأ ادوس. هلاقي من ناحية الشمال بيبدأ يسحب معي الصورة زي ما انت شايف كده. لغاية ما يجيب لك خط احمر على طرف الشاشة او على الشاشة عندك من يبقى كده انت كده زبطت حد الشاشة الشمال. هنزل تحت عايز اجيب الحد اليمين. وانا واقف على الكلمة دي. بالسهم الشمال بقى اروح دايس عليه كده. هتلاقيه بيسحب معي من ناحية اليمين. لغاية ما يجيب لي الخط الاحمر ازبطه مع طرف الشاشة او حفة الشاشة كده خلاص. طيب ده السطر اللي فوق ابدأ ادوس. بيبدأ يسحب معي من فوق زي ما حضرتك شايف. لغاية ما يجيب لي الخط الاحمر. انزل على اللي تحت. اسحب من تحت. بالش طبعا بالسهم اليمين كل شورك بالسهم اليمين والشمال. لغاية ما تزبط حوافي الشاشة اللي عندك. طبعا الحاجة دي بتختلف من واحد للتاني. يعني ممكن انا بعمل دلوقتي الجهاز هيظهرها ان هي دخلت شوية. فما فيش مشكلة فيها يعني. وبعد كده تمام اروح دايس له كلمة او لو انا عايز ارجحها للدفولت ارجحها بالاصفر ما فيش اي مشكلة. فهدوس اخدر. يبقى كده انا زبط اعدات الشاشة. وطبعا اللي تحت ده لو انت عندك شاشة عايز تشغل محتوى سري دي او حاجة. اطلع برا. انزل على كلمة ادوس اوكي. طبعا ده سيبه او اصيبه افتراض زي ما هو. ده طبعا لو انت عاوز تصبط الصوت لكل القنوات. بحيس كل قناة يبقى لها صوت تفتح عليه او يعني مسلا قناة تفتح على عشرة قناة تفتح على خمستاشر. عايز تعملهم كلهم على صوت واحد مفيش اي مشكلة. الصوت طبعا اعدات الترجمة بس المقصود بالترجمة هنا الترجمة اللي هي اللي بتبقى مدمجة مع القنوات والحاجات دي. انزل تحت على دي. هدوس عليها اوكي. طبعا الخانة دي مهمة جدا للناس اللي عندها امار اجنبية تكلمت فيها كتير قوي. بس برضو هعيدها مفيش مشكلة. الاديو اول واحدة ده ده الصوت الاولين اللي يظهر لك اول ما تقف على القناة. انا حدرتك واقف على القناة بولندية. فبتدعم البولندي وبتدعم اللغة الانجليزية. فهتختار مسلا لغة الانجليزية يقلب كده غاية ما تجيب كلمة انجليش. كده. هي طبعا لسه لغاية دلوقتي تظهر معي الكلام بتقريبا في حاجات بلغة المانية. بس دلوقتي اول ما نعمل الاعدادات هتلاقيها زبطت معانا ان شاء الله. وبعد كده هنزل تحت هنا اول واحدة دي يقلب كده لغاية ما يجيبها على الخير ده. الكلمة دي. وهنزل تحت دي هجيبها على كلمة انجليش. طيب الخير اللي تحت ده انا عملته كده ليه? دا او اسم الحدث لما يجي يظهر قدامك. ففي بعض القنوات مسلا على الامر الصهيوني وعلى الامر في بعض القنوات بتدعم لغات على الدليل. يعني تلاقي مسلا مرة يظهر لك اسم الفيلم بالعربي. ومرة اسم الفيلم بالانجليزي. ومرة اسم الفيلم بالبولغاري. لما تعمل الاعداد ده هيظهر لك كله بالانجليزي. طب الميزة ايه? الميزة ان انت لو عندك بوسترات عندك طبعا هتلاقي البوستر هيزهر معاك على طول وبالعلمات تزهر معاك بطريقة سليمة. طيب عايز اللغة العربية هي اللي تزهر معاك عندك النالست بس هتخلي اول واحدة دي لغة عربية. هتقلب كده غيرت ما تجيبها كلمة عربي كده. تمام? بس بس انا طبعا هخليها الاعداد ده للناس اللي زي حالاتي اللي عندها امار كتير وبتتفرج على اه قنوات مش باللغة الانجليزية او باللغة العربية. فهدوس كلمة كده كده تمام انا عملت اعدات الصوت تحت اهي واعدات الصورة. هنزل تحت على الخير اللي بعده ده. بيقول لك هدوس كده اوكي. اول واحدة. دي طبعا لما فيه هنا طبعا امكانية عندك ان انت بتخزن افلام والحاجات دي كلها. فينا طبعا المسارات واللغة والحاجات دي كلها. سيبها فطرات زي ما هي ما تلعبش فيها. مش تمل حاجة. طبعا ده اعدادات الناس اللي بتخزن او تحمل ما تشتحمل اي حاجة برضو. دي الاعدادات بيقول لك هنا بتاع الحاجة دي اللي هو اللي بيكون موجود داخل او سيبه زي ما هو عشان ما يعملكش اقل اخباط. هنزل تحت على اللي هو الناس اللي بتحب الصوتيات باللغة العربية على قناة اجنبية. هتنزل بس هتفعل الخيار ده. خيار ده هتخليه يسكد. الخيار ده شغلته ايه? ما بيخليش يرحل. يعني دي لسه اضافة معمولة جديدة في الصور الجديدة. ما بيخليش يرحل الا لو القناة فصلت. يعني وانت بتتفرج حضرتك على القناة الشفرة راح تفصلة. فالقناة جابت اسود وطبعا كده هتضطر ترجع تزبط من اول وجديد. هي دي مشكلة بالنسبة اللي موجودة دلوقتي لكل الاجهزة. عموم مش النجمة بس. ولكن حضرتك فعل الخيار ده. واعمل من داخل وطبعا هتزبط الصوت اللي بتكون ركتب فلاشة هتلاقي الدينة معاك تمام ما فاش اي مشكلة خالص خالص. بعد كده هنزل على الخيار التاني ده. ده طبعا فيه اعدادات كتير اوي اوي اوي. هدوس عليه اوكي. اول حاجة طبعا ده هدوس عليه اوكي. انا عملت دلوقتي ريستارتر الجهاز لان في بعض اللغات لسه متعرفة باللغة الالمانية. بعد ما اعمل الريستارت ده هتلاقي كل القوائم ده هتظهرت معاك باللغة الانجليزية صراحة. ادوس اوكي كده. هلا زي ما حضرتك ظهر. هنا بيقول لك صورة بتاعت الجهاز. عايزها افقي ولا رأسي. طبعا هي دلوقتي عندنا رأس هتلاقي اما رصصين فوق بعضهم زي زي ما في القوامة. طب لو عايزهم يبقوا ظهرين قدامك بالعرض كده هتقلب كده تخليه هرزل تاني. ما فيش مشكلة ممكن تجرب لو الشكل عاجبك وما عاجبكش ترجع تلغي تاني من هنا ما فيش اي مشكلة. هنزل هنا طبعا في اعدادات هنا طبعا احنا بقولنا مش هنتكلم على كل حاجة هنتكلم على الحاجات اللي تهم المستخدم بس. طبعا هنا ده. بيقول لك انت عايز يظهر معك خمس ثواني ولا اكتر? انا مثلا بحب يخليه يظهر سبع ثواني. طيب بيقول لك السكند انفو بار ده لما تدوس على زر الاوكيون تتفرج على القناة مرتين بيظهر لك الانفو بار من تحت اللي عليه بيانات القناة وبيظهر لك مربع تاني بيكون عليه بقى في بوستر في قصة الفيلم الحاجات. دي هو ده المقصود اللي هو سطر التاني. فانت لما تدوس عليه هيظهر لك برضو نفس الحدس. لأ اروح دايس جايب ده ناحية اليمين كده واخليه نفس الخيار ده. يبقى السكند انفو بار كده هيظهر معي. وتحت ده هنزل اخليه برضو سبع ثواني مفيش اي مشكلة. هنزل تحت هنا اشوف فيه حاجة تاني انا عايزها. ده بيقول لك هنا لو انت عايز اول ما الحدس يتغير مثلا بتتفرج على فيلم تتفرج على مطش يخلص. فعايز الانفو بار يظهر ولا لا? هتخليه ايس او تخليه فخليه طبعا مش مهم. عايز تظهر رقم القناة في الانفو بار خليه يس. وبس كده خلاص انا هنا تقريبا كده مش عايز اي حاجة تاني. اروح دايس لسيف. سورة اوبنة فيه فيها مزة حلوة. تعدد اشكال الرموت يعني ممكن حضرتك ما تحتاجش ان انت تتعدل الرموت. قلب من هنا ده كده الديفولت. اللي هو الاعداد بتاعة الانجمة العادية. لو قلت بالسهم يمين هتلاقي جاب لك الخاصية دي او الشكل ده وده شكل تاني. وده الشكل التالت اللي هو الفترة. دي بقى عندك تلات اشكال للرموت. من هنا بس وتدوز وتطلع تعمل وتشوف هلو عجبك امكانيات الرموت هتلاقي في بعض الازرار تغيرت اللي هي التقليب والصوت والحاجات دي. طيب عايز تقلب بقى عايز تخلي ازرار معينة عندك زي ما انت شايف اهو. بس دي يعني ايه تحتاج منك تكون ملم شوية باللغة الانجليزية عشان تعرف يعني ده ايه مسلا وده ايه. يعني او زي ما انت شايف. وهكزا انزل تحت وشوف. طب لما بتيجي تدوس اوكي بيزهر لك الانفو بار. ولا عايزه يزهر لك لسة القنوات. ولا عايزه كده. فعندك هنا بديك مسلا زرار اوكي لما دوسه. افتراضي في الانجمة. طب لو جبته يمين يجيب لي يعني يزهر لقائمة القنوات. فده عندك ممكن تبدله من هل. طيب. وهكزا تنزل هتلاقي كل الازرار. عندك زرار مثلا البوزتيف والنيجاتف اللي هو بتاع فوقه تحت اللي هو ده هتلاقي عليه زياد ده قلب كده. بيقول لك بيقلب القنوات بس. طيب ولا عايزه يجيب لك قائمة القنوات. ولا عايزه يجيب لك البوكيهات. بص. ولا عايزه يغير لك البوكيه بس. يبقى كده هنه يخليه للقنوات بس. انا انا متعود عليه على كده. طيب الاب والدون بيجيب لك القنوات برضو طيب. ولا عايزه يعمل دي براحتك خالص شوف بقى انت ايه اللي ناس بك. الناس اللي عايزة ايه تلعب في زر الصوت والحاجات دي. هدوس له سيف. هنزل بعد كده هدوس عليها اوكي. القايمة دي. اول حاجة تانية واحدة دي بخليها ييز. بيظهر لاركام القنوات. وهنزل تحت انا ما بحبش افعل حاجة في دولة. طبعا لو انت ظهرت الميني تيفي اللي بيظهر لك او ما تجد تحكمة القنوات. هتلاقي ظهر لك شاشة جانبية كده فيها الحادث اللي شغال او الفيلم او القناة اللي شغال. بس الحكاية دي لو انت عندك بسترات يعني في بسترات بتظهر فمش هتظهر معك. فلو خليتها يزد الوقت كده البسترات مش هتظهر. طب لو خليتها انه البسترات هتظهر معي عادي فانا هخليها انه مش هلعب فيه. هنزل تحت. الخيار ده خليس. وانزل تحت هنا. الخيار ده خليس. الخيار ده طبعا مسؤول عن ازهار البيكونات داخل قائمة لو انت عايز اللي هو اللي بعديه ده الخدمة بتاعت القناة اللي شغالة مشفرة او مش مشفرة والحاجات دي كلها. عايز تظهر مسلا هيجيب لك ايكونة. لو قناة دشة هيجيب لك ايكونة. القناة مسألة كده. وهكذا. طيب. لما تيجي تسجل مسلا بيظهر لك خط احمر على القناة ده سيبه زي ما هو. لو انت عايز تظهر اسم القناة فوق والحدث اللي شغل تحتها فعل الخيار ده. او تسيبه كده فهيظهر لك اسم القناة والحدث يبقى جنبها على طول. يعني سطر واحد. ولكن الناس اللي عايزة تعمل سطرين بتفعل الخيار ده بتخليس. هتلاقي اظهر لك اسم القناة وتحته الحدث اللي شغال. انزل تحت. الخيار ده لو فعلته بتبدأ تتحكم في المسافة بين اسم القناة وبين الدليل الالكتروني اللي شغال. بغاية ما يعني مثلا انت ممكن تخليه على تلتمية او متين خمسة وسبعية. وتدوز وتطلع وتشوف. هتشوف هتلاقي الدليل هتلاقيه منفصل عن اسم القناة هتلاقيه بين لوحده كده حاجة شكلها حلو شكلها شيء برضه. فاحنا هنخليه مثلا كده. وهنزل تحت بيقول لك عدد القنوات عايزة كان في القائمة. عايزة تمانتاشر. انا بحب يخليها مثلا ستاشر او خمستاشر. خليها ستاشر. طيب بيقول لك السيرفيس نبر. اه حجم الرقم بتاع القناة. عايزه يفضل افتراضه ولا عايز تكبره او تصغره. خليه مثلا كبير شوية. طيب السيرفيس نيم. السيرفيس نيم ده اللي هو اسم الحدس. اسم القناة اللي شغال. فهتدوس مسلا انا بحب يخليه صغير شوية كده. طيب. السيرفيس انفو اللي هو الدليل الكتروني اللي بيكون ظاهر جنب اسم القناة. كبره شوية خليتها اللي يتمثل. والبروجرس ده اللي هو المعلومات بتاعت الفيلم او الحاجات اللي بتبقى شغالة على ايدك اليمين. بتلاقي بيزهر لك بيقول لك الفيلم بيحكي قصة كزا وكزا او البرنامج كزا وكزا. عادي عايز تخليه زي ما هو خليه. طبعا بنادي بتعملها وبتدوس اخضر وتخرج تشوف وترجع تاني. طيب. هنزل كده بس انا خلاص ما فيش حاجة تهمني تاني هنا. هدوس له في الاخضر. يبقى كده احنا عملنا زهرنا البيكونات وعملنا الاعدادات اللازمة داخل الخرق ده. اطلع برا. ادوس على ده اوكي. طيب. في حاجة انا هنا عاوز اعملها. اشوف كده. الناس طبعا اللي بتفرج على اللي هي البقات اللي بتفتح بنظام مفيش اي مشكلة فاعل الخيار ده. هو دلوقتي ما عادش لي لازمة. يعني انت بتنزل الكامعة بتاعتك وبتشتغل على طول. فاعله ما فيش مشكلة بس هو حاليا دلوقتي خلاص معادش يعني فاعلته او ما فاعلتهش القناة بتشتغل. اطلع برا هدوس هنا. طبعا الخيار ده للناس اللي بتحب تعدل على البوكيهات من داخل بس هو دلوقتي مع الاجبانة لاصبح ملوش اي لازمة. يعني لما ادوس كده ييس اخليس. لما باجي اعمل باقات من خلال الفايل كماندر عادة راخد باقة من هنا احطها جوا باقة من هنا. يعني ملف القنوات اخد منه باقات احطها داخل ملف القنوات. دلوقتي هي اصبحت موجودة في ايجي بانال بطريقة اسهل بكتير. فملهاش لازمة ان انا فعل الخيار ده. فهاخرج. واقول له كده. اطلع برا هنا كده في حاجة تاني عاوزها. بس خلاص انا هنا مش محتاج اي حاجة. فعل الخيار ده طبعا اه من الاضافات الجديدة المشغل بقى مضاف افتراضي عالجهاز مش محتاج ان انت ممكن ما تستخدمش السيرفس اب. بس سيرفس اب للاسف احنا هنستخدمه عشان الناس اللي بتستخدم والحاجات اللي هي طبعا بتعتمد على مشغل اللي هو لغاية دلوقتي. ولكن ده فعله لو انت مش هتتفرج على والحاجات دي فانت مش محتاج تنزل سيرفس اب خالص. فعل بس الخيار ده هيزبط لك الدنيا كلها. وهقول له سيف. انزل تحت ده طبعا ده ادوس كده اوكي. لما بنزل اي سكينات اللي هو السيم اللي بغير لي شكل الشاشة اللي قدامك. بدل ما هي ازرق تبقى احمر تبقى اخضر اشكال كتير جدا جدا في الانجمة. بتلاقي بينزهار لك تحت الايه? كلمة اشي دي ده. ده الافتراضي بتاع الشاشة طبعا بتاع الصورة. وليه فيديو بالكامل داخل القناة ازاي تشتغل عليه وازاي تعدل عليه. وطبعا هو من نوجة نظري الافضل على الاطلاق يعني. ومش محتاجة نزل معها سكينات تين. ولكن طبعا هي ازواء. فهتلاقي الاسكينات ظهرت معك تحت تبدأ تختار اي سكن انت عاوزه. ودوس عليه اوكي الجهاز هيرصر ويرجع تلاقي الشكل تغيرت معك خلاص. الخيار اللي بعده ده بيظهر مع حضرتك لما بيكون الجهاز بتاعك بيحتوع على شاشة امامه. هتدوس عليه اوكي طبعا ده اول حاجة بتتحاق ده كده هنا بنتحكم في الشاشة نفسها في الاضاءة وفي نون الخط اللي بيظهر على شاشة نفسه من الحاجات دي كلها. طبعا انت بتعمل وهو بيبان قدامك على الشاشة بتشوف ايه المناسب ليك بتدوس وخلاص على كده. طبعا افتراضيا شغال معي ومش عامل لي اي مشكلة او عشر على عشر. انزل تاعة. عالي بعده. ادوس اوكي. ده طبعا الاسكينات اللي تبقى خاصة بالشاشة بيظهر لك اسم القناة ازاي والساعة والحاجات دي. وبتنزل طبعا من داخل الصورة في اكتر من اتناشر شكل للشاشة بتاعتك تقدر تتغير بينهم هنشوفهم مع بعض دلوقتي. طيب. اطلع ده لما ادوس عليه اوكي كده. طبعا ان انت تقدر تحدد زر ليك انت. يعني ممكن انا عندي حاجة هنا معين او تطبيق معين بفتحه من طريق كامتر. ممكن احدد له زر سريع من هنا يفتح معي على طول. زي الترجمة زي زي بلاجنات كتير جدا جدا. وطبعا كنت عامل له فيديو بس الاسف في اليوتيوب حزف ومعرفش ليه. بالنسبة للهودكي ده. بس هو موجودة عندنا في الجروب على الفيسبوك. الناس قدر ترجع له. اطلع تاني ادوس على ده اشوف ايه هنا ده طبعا برضو مش مهم ليه في حاجة مش محتاجه في حاجة ولا ده محتاجه في حاجة. بعد كده باجي للغة اوكي. بابدأ اشوف اللغة بتاعتي اللي انا عاوزها وبادوس عليها اوكي. طبعا البلوتوس اتقبل. هدوس عليه اوكي كده. بيفتح معي الشاشة اللي قدام حضرتك دي. هتروح دايس الزر الاحمر. طبعا للاجهزة اللي بتاعها بلوتوس. بيبدأ يبحث عن عن الرموت زي ما انت شايف. كلمة سميها سكان بالازرق. هتروح دايس عليها اوكي. هتلاقي عايز تبحث عن الرموت او تبحث عن جهاز تاني لو عندك سماعات عندك اي اضافة تانية عايز تضفها. طبعا انا عايز ابحث عن الرموت عشان اعرفه على الجهاز اللي عندي. فهدوس اوكي. طبعا الخيار ده مش هيظهر للناس كلها. ولكن لو جهازك بيدعم الحاجة دي هتلاقيه ظهر معاك زي ما انا بعمله كده. كده هتلاقي ظهرت لك شاشة في الجنب او بيقول لك اضغط على كلمة على المينيو وزر الاوديو مع بعض. هدوس عليهم كده مع بعض ثواني. وهتلاقي ظهر لك الرموت بتاعك وتدوس عليه وتزهر وتخرج على طول. اخرج يبقى كده ده بالنسبة للبلوتوس. بعد كده هنزل تحت بيظهر معايا بعد كده خانة الدليل الكتروني هدوس عليها اوكي. بيهمني الخانة اللي بفوق دي هدوس عليها كده. اول ما بيفتح معايا طبعا اول حاجة بيكون على الفلاش الداخلية. فطبعا انا مش عاوز كده هدوس كده اقلب لغاية ما اجيب الهارد بتاعي اللي انا عندي على الجهاز. عشان النجمة بتعمل ملف خاص بالدليل الكتروني وبيفضل محفوظ عندك على الجهاز. ففي اي وقت بتعمل اي صورة ريستورة على حاجة بتدوس عليه لود يتلاقيه ظهر معاك على طول الدليل الكتروني لو موجود عندك. وهترجع ورا كده اللي فوق يعني وهتخلي دي كده خليها جنريك وخلي دي جنريك. وانزل تحت هنا. هنا ده مثلا بيقول لك هيظهر معاك لسبع تيام ما فيش مشكلة عايز تزود تزود ما فيش حاجة. وطبعا الدليل الكتروني خليه مثلا تسعين هنا بتاعه. يبقى كده احنا عملنا اعداد دليل الكتروني اقول له بس مش عايز اي حاجة تاني من هنا. لما تيجي بعد كده تعمل اي صورة تانية. انا دلوقتي عامل الاعداد دي للصورة وفيه عندي دليل الكتروني موجود. يعني انت حضرت مشترك على دليل او عندك دليل متخزن اي حاجة هتروح نازل على الخانة اللي تحت دي. لود سيف دليت. هتدوس عليه كده وهتدوس كلمة لو عندك ملف داتا بص هتلاقي اي بي جي داتا. هتقول له يس كده هو حمل لي ملف دي الكتروني اللي المتخزن عندي. هتلاقي ظهر عندك اوتوماتيك برا مش محتاج ان انت تخش تحمل ولا تعمل حاجة. ده بالنسبة للدليل طبعا دي اعدادات الجرافيك سهلة مفاش حاجة برضو كل واحد يشوف ايه الشكل اللي ينزبه. بس مش هنتكلم على طبعا عشان وقت الفيديو. بعد كده هنزل عن دي عبارة عن البحس بتاع الجهاز. طبعا اللي فيديوهات في القناة تخش عليها وتشوف. بتشوف بتاعك بتدوس عليه اوكي. طبعا عندك امر واحد هتشوف عندك امرين عندك اي بي سي عندك اه عندك اربع من خارج. طبعا انا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده دايما نحب نخليها ونخلي كل الامار عندنا لو انا عندي متحرك يخليها كلها اللي اني بواحد. موضوع مش هاخد معاك تلات دقايق زي ما انا باعمل كده بص. بس. كده هتلاقي اشتغل معاك على طول. طيب بالنسبة للنايل سيت والامر المجاور برضو ناس كتير بتسأل عليه واحنا هنا برضو نتكلم عليه. اجماعة في الانجمة بيظهر امرين. لان هم اصلا امرين. نايل سيت وجنبيه امر مجاور اللي هو ده. فلما اجي هنا كده انزل بخلي دلوقتي انا عندي امر نايل سيت بس. هاجي على كلمة وهاجي كده على دي ادوس كده. اللي اني بواحد وارجع على الامر اللي بعد واخلي اللي اني بواحد. كده كل الكنوات تظهر معايا كاملة ما فياش اي حاجة خلص. عندك بقى عندك اي حاجة بتنزل من هنا طبعا وتشوف بتاعك وبتشوف المخرج بتاعك بقى مسلا اي بي سي ما فيش اي مشكلة. مسلا عندي مخرج ايه? والديزك اللي عندي اللي هو الاربعة مخرج بخلي على واحد. وبارجع هنا تاعة على النايل سيت. انا اسف كده على النايل سيت. بلاقيه خد الاعدات معايا اوتوماتيك. لما ادوس واخره هلاقيه ظهر معايا على طول والكنوات فتحت معايا بدون اي مشكلة. بقى ده بالنسبة للموضوع او الامر وهنزل تحت دي خاصية طبعا بدوس عليها اوكي بفعلها. الخاصية دي بتعمل لي ايه? بتخلي القناة اه بتتخزن في الخلفية في الخاص بالفوبلس. اه اول ما تيجي تقلب ما تحسش ان انت قلبت. تلاقي القناة مكان يعني ما تشوفش اي حاجة. تحس ان الجهاز ما قلبش. هي دي خاصية او التنكل السريع بين القنوات. بس طبعا لما بتكون القناة على تردد واحد هتلاقي السرعة انت مش هتتخيلها. هتحس ان القناة ما تقلبتش قدامها. مش هتشوف السرعة هي بتقلب. هي دي الخاصية. انزل تاعة طبعا ده وده طبعا البوزنشار وده اللي هو مستكشف في القشورة. اطلع برا. ده طبعا كلمة السر. ادوس عليها اوكي. ده لو انت عندك كروت اي كروت اجنبية ولا حاجة والجهاز بتاعك فيه كما بتدوس عليه. بتلاقي الكارت بيظهر عندك في السلط وان ده. ما فيش اي مشكلة. هنزل تحت. ده طبعا كلمة السر. عايز افاعلها بفاعلها. كده انا مسلا بفاعل القناة اللي هي بلاس تمنتاشر. اوتوماتيك هتعمل معا يعني هتلاقي قفلت وهتجيب لك كلمة السر. وهنا بتغير كلمة السر بتاعتك. هو بيجي اربع صفار. فانت بتغيره لاي رقم انت عايز وما فيش اي مشكلة خالص. اطلع برا. بعد كده دي مهمة جدا جدا. دي طبعا الاضافات اللي عندك لو دست عليها كده. بيبدأ يحمل لي فيدو الصورة اللي احنا بنجيبه عادل من البلاجانات يعني. كده سواني هتلاقي حمل معي. ده فيدو الصورة. ده طبعا اللي انا اتكلمت عليه من شوية اللي هي الشاشة بتاعت الجهاز. بادوس هنا وابدأ احمل اشكال كتير جدا زي ما حضرتك شايف. اكتر من تسع اشكالهم تحملهم للجهاز وتبدأ تغير بينهم. دي مسؤولين عن شاشة الراسيفر. هنتكلم عليهم دلوقتي ونرجع لهم تاني. طيب. بعد كده سوفتور ابضيت. بتأكد ان الجهاز بتاعي ليه ابضيت ولا لا. بدوس هنا. وبنتظر بعض اللحظات. طبعا هتلاقي فيه زهار لك على يدك اليمين ومديك لمبة خاضرة كده او نور اخضر. والجهاز بتاعي عايز ايه? تسعين تحديس نازله له. ادوس اخضر يبدأ يحدس او هكانسل دلوقتي وابقى ارجع له بعدين. وفلاش اونلاين. طبعا فلاش اونلاين ده ادوس اوكي كده. هيجيب للصورة لو انا عايز اغير صورة اوتوماتيك يعني. لو انا دلوقتي مسلا عايز ننزل الصورة سبعة وثلاثة اللي عندي دلوقتي. طب عايز ننزل الصورة سبعة واتنين. عايز ننزل الصورة ستة واربعة. ادوس اوكي كده وابدأ انزلها. بس لو نزلتها من هنا هتمسح الصورة اللي موجودة وتنزل معاك مكانها على طول. طيب. اطلع وفي عندك برضو الزر الاصفر لو انت ضغطت عليه هيجيب لك الفيدات كلها بتاعت الصورة. يعني لو انا اطلع بقى ارجع تاني كده. انا دلوقتي دخلت على كلمة فلاش اولاين اهو. وفتح لي الصورة دي اللي انا اتكلمت على دلوقتي. اروح لازل الزر الاصفر كده. هتلاقي زهر لحضرتك فيد خاص بالصور التانية. مسلا عايز اول ادوس عليها اوكي كده. هتلاقي زهر للفيد بتاع البلاكهول زي ما انتو شايف. خمسة واتنين. هتلاقي اخر صورة نزلت لك خمسة واحد. وخمسة واربعة واربعة. هتدوس عليها بس الصورة هنا هتحل لمكان الصورة اللي موجودة. ولزلك صورة الاوبن بلاكهول تعتبر افضل بتاعتفز بالصورة على الهارد بتاعك. هتدوس تاني اصفر وتبدأ تشوف اي صورة انت عايز اوكي تلاقي زهر لك الفيد بتاع اوبن فيكس زي ما انت شايفها. وهكزا. اه بص ممتاز جدا جدا بصراحة. بعد كده لو انت عادي انت عملت صورة وعاوزت تسحبها وتنزلها هتتيجي على كمة دي. ده كده عبارة عن كامل للصورة بيسحبه لك وبيحطولك في المسار بتاعك سواء الهارد او وترجع تسحبه بعد كده تعتفز به تنزله لاصحابك على النت براحتك خالص بعد ما بعمل اعدادات بتاعتي اللي هي عبارة عن الاشتراك بتاعي والقنوات والاشكال وكل حاجة والصورة عندي شغالة عشرة على عشرة بدوس على ده. بحيث بعد كده الصورة حصل فيها اي مشكلة بدخل بس بدوس على كلمة يروح مرجع لي الاعدادات اللي انا اخدتها زي نقطة السعادة زي كده. هتنزل بعد كده دي لما بتكون عندك اضافات على الفلاشة بتاعتك يعني انت فيه فلاشة مركبة في الجهاز ومحمل عليها اضافات عايز تحملها للجهاز. بدوس اوكي بيزهر لي الحاجة زي ما انت شايف. ادوس اوكي كده هتلاقي مثلا بتظهر قدامي. انا مثلا عندي زي بلاجن اليوتيوب ده. عايز انزله هدوس عليه كده اخضر هيعلم معي وادوس له بالاخضر. دي كده. وبعد كده التانية دي دي للناس يعني المحترفين شوية وما يعني انا مبستخدمهاش عن نفسي خالص. هتدوس كده وبتلاقي اضافات ومشعرك وباكت مانجمينت وحاجات كده يعني مش مهمة لي انا كمستخدم عادي. كده خلاص خلاص الخانة دي. انزل على كلمة سيستم اوكي. هتيجي تلاقي كلمة اسمها ستورج دفايس. ده اللي هو الهارد بتاعك او الفلاشة. طبعا الانجمة لما تيجي تركب هارد او فلاشة لازم تعرفه على الجهاز عشان يشتغل معاك بكل اراحية. لما تيجي تعمل صور خارجية. تيجي تعمل تسجل. تحط بايكونات. تشتغل تلاقي الهارد معاك شغال بكل سلاسة. طبعا ده فيديو هنبقى نتكلم عليه بعدين. هدوس اوكي كده. بتخلي اول حاجة دي كده اوكي. وبتختار الهارد بتاعك. تمام? وبعد كده بتدس له احمر. لو دست عليه كده هتلاقي كلمة احمر تاحت. لو دسته احمر دلوقتي هيتمسح ويرجع معي من اول وجديد. اطلع ادوس تاني كده واخش تاني على كلمة سيستم وواجه على ستورج. واللي بعدها دي مهمة ودي مهمة جدا. طيب. يبقى احنا دلوقتي في عندي لبعد ما بنزل الهارد بتاعي الماونت ده بديله اسم. يعني عايز اخلي ميديا اش دي دي. عايز اخلي ميديا يو اس بي. ما فيش ايادوس كده اوكي. هلاقي ظاهرة عندي. يعني مثلا اول هارد عندي ده هتلاقي الماونت بتاعه او ام بي. فكده لأ كده غلط كده مش مش صح. فنازم اروح دايس اخضر. وهتلاقي جاب لحضرتك الشكل ده. بافضل اقلب كده بخليه ميديا اتش دي دي. واللي تحتيه ده ميديا ايو اس بي. تمام كده روح دايس له سيف الاخضر. هيطلب مني للجهاز ويرجع تاني. كده هو ده الماونت اللي انا عملته وديت اسم وديت صيغة وشكل للهارد او الفلاشة عشان الجهاز يتعرف عليه بكل سهولة. اخرج. بعد كده الاسواب ده الاسواب مانيجر ده باع حاجة اسمها زاكرة افتراضية بتزود زي حجم يعني بخلي الجهاز يشتغل من الفلاشة. بيديله زاكرة افتراضية او يعني حجم افتراضي من الفلاشة. بدوس عليه اوكي كده. اول حاجة بتروح دايس له. اه احمر. هتليه اكتف. وبعد كده بتدوس له اصفر. كده. طيب انا كده اديته كان متين ستة وخمسين. يعني كده هو هياخد يعمل لي من الهارد بتاعي. خلي بالك انا مختار فوق الميديا. هيعمل لي كده بمتين ستة وخمسين. ممكن تخلي له واحد جيجا او اتنين جيجا براحتك حسب الحجم اللي عند فلص. وهنبقى نتكلم عندي برضو منفصل لوحد. بس هو مش مهم للاجهزة الجديدة يا دم اعلم الكلام ده برضو عشان بس دينا تبقى يعني ده الاجهزة زي ازاكرة الضعيفة او الفلاشات الصغيرة تعمل الحكاية دي بحيث يستغل من حجم الهارد تدخله مع الجهاز فيزود سرعته شوية. ولكن الاجهزة اللي هي والحاجات الجديدة دي الزاكرة بتاعتها جبيرة فمش محتاج الخاصية دي يعني. اطلع. بعد كده هدوس اوكي طبعا ده كده بيزهر لك هنا طبعا لو الجهاز بتاعك في ويرلس وفيه كابل لان بتدوس اوكي وبتخش هنا تعرف الشبكة بتاعتك والدنس كده طبعا مدام الزاهر قدامي يبقى كده الجهاز بتاعي متصل. لقيت الآي بي ادرس مش شغال يبقى في عندي مشكلة في النت. فبطلع بعمل او وتأكد ان هي شغال. طيب اطلع برا. بعد كده طبعا عشان الجهاز بتاعك يتصل مع التليفون ويتصل مع الكمبيوتر مع الاجهزة المحيطة لازم تعمل الخطوة بتاعت الباسورد هتروح دايس عليه اوكي هتلاقي زهرت لك قائمة في الجنب كده في احروف او هتلاقي في زر مثلا زي بتاعنا هتلاقي فوق خالص في زرار احمر مكتوب عليه او حاجة زي كده او تحت زرار عليه تلات شروط هتروح دايس عليه اوكي وتكتب اي كلمة حضرتك عايز تكتب انا بكتب كلمة عشان هي بسيطة عالنفس الخط تحت الناس بتحب تكتب دريم بوكس ماشي الناس عايز تكتب واحد اين تلات اربعة ماشي براحتك خالص مفيش اي مشكلة المهم كلمة ما تقلش عن اربع حروف وبعد كده تكتبها في برنامج الديسي سي تكتبها في الموبايل في البرنامج الاتصال هتلاقي اتصلت معك بكل سهول وارح دايس له اخضر اخضر تاني كده انا عملت الباسورد بتاعي وتمام الحاجات التانية دي انا مش محتاجها في اي حاجة خالص الاسكريبت ده لو انت عندك اسكريبتات بتحطها طبعا في المسار بتاعك اللي هو وتخش من هنا هتلاقي الاسكريبتات ظهرت قدامك دوس على كل اسكريبت ران 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 بس طبعا الموضوع ده ما هيجي بنا لاصبح كمان مالوش لازمه زبط الوقت بتاعك دوس اوكي طبعا بتشوف البلد بتاعتك هتدوس هنا اوكي كده ويظهر لك القارة مسلا انا افريقيا وهنا مسلا هدوس اوكي وانزل تحت اجيب كلمة مصر بقى وحضرتك تشوف القارة بتاعتك والبلد بتاعتك كده انا زبط كده ما فيش ما تلعبش في الحاجة اللي تحت دي هتدوس بس كده خلاص انا زبطت التوقيت بتاعك ده اللي هو ملفات الكراش بتاعتك لما بيحصل ان الشاشة هتديك شاشة زرقة او شاشة خضرة ويعمل لك جهاز راستر لوحده كده وطلع لك شاشة غريبة فده بيبقى عبارة عن خطأ حصل في الجهاز طبعا الاناجمة زكية جدا بتحتفظ بملف الخطأ ده عشان تطلع وتقرأ وتعرف المشكلة دي حصلت ازاي او ايه اللي سبب المشكلة دي فهنا بيقول لك ان بتاع المكان ده او الكراش ده هتلاقي في المصار لما تيجي تخش على على الجهاز بتاعك فيه مصار اسمه تفتحه وتلاقي جواه فولدر اسمه روت هتلاقي جواه الكراشات بتاعتك بالتاريخ بتاعها بصبعا بتحتاج بعض الناس اللي عندها طبعا الدراية تعرف تقرأ وتعرف وتقول لك الغلط جاي من فيه اطلع يبقى هو ده كده فما ألعبش فيه وبسيبه زي مهم وقال له ايسا طبعا ده لضبط المصنع لو انت عايز تعمل ضبط مصنع للجهاز كده انا تقريبا نسبة خمسة تسعين في المية دي كده الاعدادات الاولية للجهاز امورك تمام امورك عشرة على عشرة طيب نقطع بعد كده بروح رايح لكلمة الناس اللي هي طبعا الناس اللي هي لسه جايبك جهاز جديد ومش فاهمة تكمل معي الناس اللي هي فاهمة خلاص بجهة ده مش مهم ديك لان ده انا هقول لك ازاي تنزل البلاجانات والحاجات دي هدوس على الزر الاخضر هتلاقي دي قائمة البلاجانات او ما تفتح هتلاقي تحت بيظهر لك لون احمر كلمة اسمها في بلاجن هنا مش عاوزه او بلاجن طلع مش متوافق بادوس على الزرار الاحمر بيظهر لي البلاجانات اللي عندي اللي ظهره في الجهاز البلاجن ده زي التطبيق على الموبايل وزي البرنامج على الكمبيوتر بس هو في الانجمة اسمه بلاجن فبادوس احمر بيظهر لي البلاجانات قدام بشوف البلاجن اللي انا مش عاوز بمساحه طب انا عاوز انزله بدوس اخضر بقى عايز افتح بتاع الصورة كده زي جوجل بلاي او زي ماتجر الويندوز بس خاص بالانجمة بيفتح لي الصفحة دي لازم تكون متصل بالانترنت عشان الكلام دي يظهر قدامك ده ازاي ما قلت لك ده المسؤول عن اشكال الشاشة الامامية بتاعت الرسفرات اللي بتدعم الشاشة يعني في الرسفر بكل شاشة من قدام زي شاشة التلفزيون كده بتلاقي بتظهر الخانة بتاعت دي سبري بتدوس اوكي وتبدأ تنزل الاشكال احسن شكل فيهم من وجهة نظري الشكل رقم خمسة بيظهر للبايكم بتاع القناة كامل والشكل رقم ستة فانا بانزل رقم خمسة وبقول له ليس في لحظات بينزل معك الدرايفرز ده طبعا انا عمري في حياتي ما استخدمته في جهازي وما حصلش عندي ان انا احتاجت درايف او حاجة للجهاز يعني انا عمري ما استخدمته وما عرفش استخداماته في ايه بصراحة في بعض الاجهزة القديمة او الحاجات دي فدي بقى ممكن يكون لها استخدام او حاجة بعد كده باجي للخانة المهمة اللي هبتعت الاضافات الخانة رقم ثلاثة بادوس اوكي وابدأ اشوف انا محتاج ايه من هنا وبابدأ انزله يعني بص عندك اضافات كتير جدا 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 مثلا انا شغال على صورة سبعة وثلاثة فكل ما هو مكتوب جنبه سبعة وثلاثة بلاس ده ده كده مناسب للصورة ستة واربعة في صورة ستة واربعة هتلاقي جنبها ستة واربعة وهكزا اي تنزله اطلع واشوفه لو عمل معاك مشكلة ارجع امساحه تاني ما فاش اي مشكلة خالص هتشوف البلاجينات المناسبة لحضرتك انا طبعا مش هتكلم كتير ده مثلا بلاجين زي ده ده من خلاله بقدر نزل بايكونات واشكال كتير جدا جدا لجهاز اللي نجمع من خلال البلاجين الجميل جدا ده طبعا الكاش فلاش ده ده بينضف لي الرامة بتاعت الجهاز يعني لما بنزله بابدأ ازبطه بيزبط لي في اي وقت طبعا بخش بتفرج على الفيلم بتفرج على اي حاجة في ملفات كاش بتتخزن بتملأ الزاكرة البلاجين ده بينضفه لي وابدأ انزل تحت كده هنا واشوف ايه البلاجينات اللي انا عاوزها بلاجينات كتير جدا جدا زي كده مسلا بيجيب لك من على البلاجينات بدل ما انت تفضل تدخل وتطلع والحاجات دي ده بيشغل لك الاشتراكات بتاعتك اللي هو ده 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 مسؤول عن الدليل الكتروني ما تنزلوش يعني هنزل تحت انا هجيب بس هنا معلش حرف في عندي هنا المسؤول عن الدليل الكتروني برضو ده ده مهم جدا لازم تنزله هتقول له انزل تاني كده وتشوف حضرتك عايز مسلا اللي هو مسؤول عن عن الصور تنزله هتلاقيه هنا بكلمة اهو اهو واحد تلاتة ده من تنزله من داخل الصورة ما تنزلوش من برة او تنزله من اي مصدر خارجي من الصورة عشان يكون مناسب لها هتنزل تحت شوية كده بلاجن الترجمة موجود هنا تنزله من هنا برضو بزيات الصور سريع جماعة تنزل بلاجن الترجمة من داخلها عشان بيكون متعدل عليها وشغال ما اعملكش اي مشكلة فبلاجن الترجمة قدامك هو واحد خمسة ست تنزله تنزل تحت شوية كده تجيب مسلا ده تنزله تنزل تحت بلاجنات الطاقس هتلاقي ده الام اس ان ده والوزر بلاجن ده تنزلهم هم اللي اتنين دولة وبتعمل لهم ادات بتاعتهم وخلاص على كده ما فيش اي مشكلة طيب بننزل تحت تاني البيكونات لو انت عايز تنزل البيكونات من هنا بس البيكونات المناسبة لك اللي هي العشرين في مية اتنين وتلاتين دي بايكونات دي تشوف بقى دي باشكال كتير هتلاقي اسود وهتلاقي ابيض براحتك خالص فده اهم حاجة انت تتنزل عشرين في مية اتنين وتلاتين هتلاقيه اتعرف معك بدون اي مشكلة بعد كده دي بايكونات بتاعت اسكينات معينة يعني ربعمائة في مية وسبعين ده بتاع اسكينات معينة انت فاهم لها وعرف لها هنزلها فهي عندك بص كل دي اشكال تقدر تنزل منها بايكونات طب ده بالنسبة للبيكونات ده ملفات القنوات اي ملف القنوات بياجب حضرتك بتنزله من هنا انا مسلا بحب ملفات ده وفي ملفات بتاعت طبعا ملف او بتاع صورة ممتاز جدا جدا في ملفات القنوات اتلاقي كل الملفات اللي عليه حديثة مفيش في ملفات مش حديثة وفي ملف ده ممتاز جدا جدا ولكن الناس اللي اللي بتحب البقات الالمانية بقى ومش عارفوا الحاجات دي خليها في الملف بتاع ده بينزلك حتى بقات بتاعت الهز بسات هتلاقيها شغال علي بكل سهول وكل الناس اللي بتنزل بقتل الهيس بسات اخدها من من الملف ده. هقوله كده وهقوله يس وهقوله يس تاني. كده نزلت ملف قنوات مترتب باحدث حاجة في سواني. وتقدر طبعا ما شلال ايجي بانا لانا اتكلمت عليه تشيل منه وتحط منه وترتب برحتك في نص ساعة تعمل ملف قنوات دولي. انزل تحت اللي عندك فيه بعض الاضافات ممكن تضفها له. فمن خلال ده بتبدأ تشوف بتنزل وبتظهر لك في بتاع الماتريكس. وتبدأ تشوف الشكل اللي انت عاوزه. ده بالنسبة يعني ده مش اسكينات ده دي تعديلات للسكين متريكس وبعض الاسكينات التاني. طيب انزل تاني هنا كلمة دي. هدوس عليها اوكي. اسكينات بقى بص اللي هي الاشكال اللي انا بكلمك عليها بتاع الجهاز بتاعك. من داخل الجهاز تنزلت. هتلاقيها متوافقة وجميلة وتشتغل معك بكل سهولة خالص ما فيش اي مشكلة. ده بالنسبة للسكينات. معلش طولت عليكم في الفيديو شوية بس ان شاء الله بعد كده مش هتحتاجي اي حاجة من هنا. هروح لاخد خيانة اللي هي ده دوس عليها اوكي. وهشوف انا هنا لو محتاج حاجة. هتلاقي ده عبارة عن اه تحديس ملفة ردات الخاص بالانجمة بتاعك. دوس عليه بس اوكي كده وقول له ايس. كده انا بنزل من نازل ما قلت لك كل حاجة انت عاوزها من خلال الفيت ده. وممكن ما هتتكش فيد خارجي. وهخرج برة. دوس كده هلاقي كل حاجة عندي موجودة هنا. اه في بعض الاضافات بقى هسيب لك انا يعني تحت الفيديو كده ملف صغير هتحمله وتفكر عنه اضغط حطه على فلاشة. وبعد الراكب الفلاشة في الجهاز هتروح داخل على كلمة ده. دوس عليه اوكي. هتلاقي ظهر مع حضرتك الفلاشات بتاعتك او الهارد بتاعك او او حطيته في اي مكان مش مش مشكلة خالص. انا مسلا حطه داخل الهارد هدوس اوكي. وهنزل تحت هنا هلاقي ظهر عندي اللي هو تركيب صورة جديدة. بالشكل ده. هدوس عليه اوكي. هنزل تحت هنا. هلاقي عندي والدريم ساتي بانل. هنروح داسع ده اوكي كده. وهقول له اخر واحدة دي كده. وانتظر بعض اللي حظه. هيعمل معايا وهينزل قضي وراستر معايا ونرجع مع بعض تاني. هدوس كده اوكي وهخش تاني على كلمة هلاقي ظهر عندي اي جي بانل فوق اهو. كده خلاص انا البانل السحر بتاعي ظهر معايا. انا مسمي البانل السحر لانه كل حاجة بقدر اعملها من خلاله. يعني كل حاجة تخطر على بانل. طيب هدوس على كمانا. ده كده اوكي. وهنزل على كلمة اللي انا حاطت فيها اللي اسمه تركيب صورة جديدة. لما ادخل على ده هلاقي عندي بص اي جي بانل باقب الديب تي اي ار. كل مطلوب ما هدوس عليه اوكي كده. وهنزل على الخيار ده راح دايس له اوكي كده. وهقول له ايه. كده انا عملت ايه بدي? انا كده نزلت لك ملف اعدادات اي جي بانل كامل بكل حاجة. مش هتحتاج تعمل اي حاجة خالص. طبعا اي جي بانل مهم جدا في اي جهاز. هفتح الكاميرا الرئيسية دي معلش. وهدوس اخضر كلمة اللي تحت دي. وهنزل تحت هنا على كلمة اللي هو المصارد. هدوس عليه اوكي كده. وهروح للهارد بتاعي. وهلاقي عندي ظهر اي جي بانل باقب الديب. اللي هو ده. هروح ده تاني بالاخضر. وهقوم ده المرة دي الزر المينيو. ركز معايا معلش في الخطوة دي. وهتشوف كلمة اسمها اوكي كده. وتنتظر بعض اللحظات. الحاجات دي مش تظهر معايا غير لو حملت الملف اللي انا سيقول لك تحت وعملت الخطوات دي. الملف جاهز في كل حاجة. بس اعمل الخطوات دول هتلاقي الدنيا معاك اكتر من ممتاز. بيبحث معايا. بشوف طبعا انا الملف بتاعي اللي انا عامله بتاع الاي جي بنل. اقول له كده. ثواني اوكي. دست عليه. وثمتك بص خد كل الاعدات بتاعتك. وخد كل المسارات بتاعتك. وكل حاجتك يا باشا بص. مش مش هتكتب اي حاجة خلص. هتدوس له بص اخضر. مبروك عليك الاعدات بتاعتك. اخرج برا وادخل. هتلاقي الشكل تغير معاك ونزلت لك كل حاجة. انزل بقى على كلمة ترمينال دي. طبعا لما عملت الاعدات دلوقتي ملف الترمينال بتاعي ظهر. هم دايس عليه اوكي كده. وانا واقف هنا هروح دايس زر المينيو. هتلاقي ظهر مع حضرتك ملف الترمينال ده في كل حاجة. انزل اللي بتاعت كده. لغاية ما تجيب رقم مية واحد تلاتين. هتلاقي دوس عليه اوكي. وانتظر بعض اللحظات. اكبر مكتبة فيها كل اضافات الانجمة الجديدة. اللي تهم المستخدم. سواء العربي او الاجنابي. طبعا من المطورنا الكبير لاستاذ فؤاد ربنا ادروس. هدوس كده اوكي. وهتلاقي ظهر معاك. ما اشتغلش معايا على سلوة كل مطلوب منك. هتروح داخل على كلمة دي. وتجيب هنا كلمة اسمها ماي ماتريكس. دي. هتدوس عليها اوكي كده. هتنزل على السطر الرابع ازر سيتنج اوكي. واقلب بالسهمة مين اول سطر فوق ده. خليه دي بالشكل ده. ظهر معايا كده. هلاح دايسته الزر الازرق. وهتقول له هيجيب لك الصورة دي. وانتظر بعض اللحظات. هتقول له تاني. كده هو بينزل الفول اتش دي للشاشة او كده اول ما ظهر لي كده بالشكل ده هتلاقي ظهرت لك كلمة اسمها بالزر الاخضر تحت. دوس عليها اوكي كده. وهتدوس اخضر تاني كلمة اسمها هتلاقي ظهرت لك دايرة صغيرة بتلف فوق اي هي على ايدك الشمال على كلمة هتجي لك الرسالة دي. كده انا حاولت من اتش دي بالخطوة اللي انا عملتها دي هتلاقي اللي اشتغل معاك تنزل منه وتعمل منه كل حاجة اه اضافات غير فيد الصورة بقى هتلاقي فيه جواه ملفات قنوات عربي جديدة كل حاجة حضرتك عاوزة. لما دوس مينيو هيظهر معايا فوق اهو او اخش على كلمة واجيبه من هنا. هلاقيه ظهر معايا برضا اهو موجود هنا اهو فوق اهو. اوكي? ويبدأ اخش على كلمة وابدأ اشوف بقى انا عايز ملف قنوات اشوف بقى ملفات قنوات عندي احدث ملفات القنوات عايز بلاجنات عاوز اي حاجة عاوز اسكينات كل حاجة موجود زي ما حضرتك شايف داخل هتكلم عليه واعمل له فيديو الواحده ان شاء الله ده بالنسبة طيب اخر حاجة معلش في الصورة سامحونا اطولت عليكم انا عايز ارتب القائمة اللي قدام حضرتك دي هتروح داس على الزر الازرق وانت واقف داخل كاملة البرانجانات دي هتلاقي كلمة ازرق تحت ادت مود ادوس ازرق خلاص كده الوضع اشتغل معي اروح داس مسلا تلاقي لونه بابل احمر اطلعه مسلا فوق عايز ادوس كده عاوز اجيب مسلا اطلعه فوق كده عايز اطلع ده بره اجيبه ورا كده وهكزا تبدأ ترتب بتاعت حضرتك زي ما تحب بطريقة سهلة جدا جدا طيب خلصت خالص اروح دايس الزر الازرق تاني كده انا لغيت الخيار وابدأ لو انا عايز اخش بقى تاني اعمل اي حاجة تاني اه هي دي ده الفيديو بتاعنا جماعة الموضوع سهل جدا جدا اتمنى يكون الشرح مفيد وتستفدوا منه وطبعا ما تنسوش تدعمونا طبعا ودعموا القناة القناة دي بتاعتكم بتستفيدوا منها يعني انا بحاول اللي انا اعرفه بقوله لحضراتكم وسمحوني لو انا في حاجة مسلا نسيتها حاجة ما قلتهاش بيبقى غصبا عني اه وطبعا في حاجات ما قدرش اتكلم فيها عشان سياسات اليوتيوب عندنا وتضيف حاجتك اللي انت فاهمها بدون اه يعني ما نتكلم على اليوتيوب عشان السياسات والكلام ده كله اه اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اه وكل سلام طيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته